سلسلة إدانات محلية ودولية للقصف الإيراني الذي استهدف شمال العراق ورح ضحيته العشرات من القتل والجرحة الولايات المتحدة وعلى لسان مستشار الأمن القومي جيك ساليفن أدانت بشدة الهجمات الإيرانية واعتبرتها اعتداء على سيادة العراق وشعبه وأكد ساليفن أن القادة الإيرانيين يواصلون أظهار التجاهل الصارخ ليس فقط لأرواح الشعب الإيراني ولكن أيضا لجيرانهم وللمبادئ الأساسية للسيادة وكذلك وحدة الأراضي الإقليمية المنصوص عليها في مثاق الأمم المتحدة مشيرا إلى أن إيران لا تستطيع صرف اللوم عن مشاكلها الداخلية والمظالم المشروع لشعبها من خلال الهجمات عبر حدودها من جانبها أدانت فرنسا الضربات الإيرانية ودعت خارجيتها في بيان إلى احترام سيادة وسلامة أراضي العراق واستقرار وأمن منطقة إقليم كردستان كما أدانت سفارة المملكة المتحدة في العراق القصف الإيراني وذكرت السفارة في تدوين أن المملكة المتحدة تدين الهجمات المستمرة التي تشنها إيران عن أقليم كردستان والتي تعد انتهاكا غير مبرر للسيادة العراقية وعبرت عن أسفها لفقدان أرواح من المدنيين الأبرياء بحثة الأمم المتحدة في العراق يونامي طالبت بوقف فوري للهجمات الإيرانية مؤكدة أن الأمين العام يتابع بقلق لما ورد عن قصف إقليم كردستان العراق بما في ذلك مناطق مدنية وقالت يونامي في تغريدة لها على تويتر أنه يجب عدم معاملة دولة مثل العراق على أنها الفناء الخلفي للمنطقة حيث ينتهك سيادته الجوار بشكل روتيني ومن دون عقاب هذا وأدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط القصف الصاروخي الإيراني وعبر عن الرفض الكامل لهذه الانتهاكات الإيرانية للسيادة العراقية مشددا على ضرورة احترام إيران للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتوقفها عن استباحة العراق بما يزعزع أمنه واستقراره وفي ظل الهجوم الإيراني الذي طال مدرسة في مخيم للاجئين في إقليم كردستان دانت منظمة يونسف تلك الأعمال وقالت ممثلة يونسف في العراق شيماسين جوبتا في بيان إن الهجمات على الأطفال والمرافق المدرسية الخاصة غير مقبولة على الإطلاق ويمكن أن تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال يجب أن تكون المرافق المدرسية مكانا آمنا على الدوام لجميع الأطفال